السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضرتكم معنا النهاردة في فيديو جديد من فيديوهاتنا الجميلة على قناة مامة عالية والنهاردة معنا فيديو سريع بسيط سهل جميل هيعجبك جدا الى وهو الطماطم البريء او سوس البيتزا صلصة سريعة جميلة هتعمليها بكل سهولة وتبقى عندك تستخدميها في الحشو تستخدميها تحطي منها تزويدي بها على الصلصة تستخدميها للبيتزا فضيعة جدا هتعجبك ما تنسيش تدعميني بلايك وسبسكرايب وكومنت حلو وتقولي لي رأيك بازن الله هتعجبكم الوصفة جميلة يا بنات انا اقتصرت في الوقت عشان اوريها لكم وزي ما انتم عارفين وصفاتنا طبعا بسيطة مش بتاخد وقت انا في البداية عندي الصاج بتاع الفرن هنا هدهنه شوية زيت بسيطة كده بحيس ان انا ادهن الصاج كله طيب هنعمل ايه بقى؟ هنكون مجهزين عندنا طماطم حمرة وجمدة كده ونقطعها اربعة اربعة زي ما احنا عايزين تمام؟ هنقطع الكمية دي بصي بقى الكمية دي يعني مثلا لو هتحط كيلو طماطم هتحط نص فلفل عليه هتحط اتنين كيلو طماطم هتحط كيلو فلفل عليه طبعا ده بيرجعلك برضو انا هنا هحط الطماطم وبعد ما هحطها كذلك برضو هقطع الفلفل الاحمر الكبير ممكن تستبدلي الفلفل ده بالفلفل الاحمر التاني اللي هو الاخضر البارد برضو ولكن انا لقيت ده وفي نفس الوقت ان ده بيبقى سمك وحلوة برضو بيوزن معايا وفي نفس الوقت الوحدة كبيرة يعني بعمل منها كمية اهم حاجة اخد يبالك وانت بتقطعي شيل منه العرق الابيض اللي فيه ده لان مش هيفدنا ومش هيستبيه وغير هيبقى يعني هيغير اللي مش انت افصيلي شيل البزر خالص ويشيل العرق الابيض وخليه كده تماما من غير اي حاجة وهناخد كمية الفلفل اللي احنا قطعناها دي يعني انا قطعت اربع فلفات فلاف الكبار منهم وهرصهم مع الطماطم التانية الوصفة دي هتعجبكم جدا يا بنات ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب للقناة وشير لاصحابكم وابدقوا بقى معايا هنا نرص الفلفل جنب مكعبات الطماطم اللي قطعناها اربعة تربعة دي تقريبا مش مكعبات خالص هنرصها مع بعض بعد ما هتروسيها بالشكل ده هتجهزي معايا طبق صغير في سنة ربع معلقة ملح مع ربع معلقة فلفل مع زعتر وروزماري لو حبه وتبدأي بفرشة تدهني وحبت زيت يعني زيت وملح وفلفل اسمر وزعتر وابدأي ادهني الطماطم والفلفل بالشكل ده وخلي الطماطم والفلفل على دهرهم يعني الاشرة بتاعتهم والجلد التحت تمام ودهنيها كلها كده وتكون مسخنة الفرن طبعا هم بصي بقى في الفرن شكلهم طحفة جدا ولونه جميل طبعا في الفرن على درجة حرارة 180 الله الله بقى على الجمال وعلى ريحة الشاوي اللي طلع منهم يعني بصي دقاعت في الفرن ما طولش يعني حوالي تلت ساعة على نورة عالية على 180 انا يعني في كم واحدة كده تلاسعت مني بس يعني متعملش اي مشكلة خالص هناخدهم بقى في الكبة ونضربهم بس قبل ما هنضربهم هنحط معلقتين من البابريكا طبعا البابريكا جميل جدا هتديكي بقى اللون والطعم كمان زيادة لو مش حابة متحطيش بس هي طلعين انت حطى قريدي فلفل فالبابريكا حلوة ولو حاسة انك عايزة تحطي ملح او توابل تاني حطي لكن خلاص احنا دهننهم من الاول وهنضربهم بصي بقى الصلصة دي استخدميها بقى صوص البيتزا فظيعة فظيعة في البيتزا اه الطعم بتاعها اراها انك ان انت هتكليها كده يعني عارفين بقى انا انا اكلت منها كده يعني طعم تحفة تحفة جدا هتعجبكم تنسوش تجربوها وتعملولي سبسكرايب واشتراك في القناة ولايك وشيرو للفيديو بحبكم جدا اشتركوا في القناة